بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على إثر الخطوة التي اتخذها الرئيس الروسي تجاه المناطق الانفصالية في أوكرانيا يترقب العالم الخطوة الثانية مع كثير من الضبابية في توقعها فيما أعلنت قوى غربية حزمة عقوبات ضد موسكو وهنا يأتي السؤال هل تعظم شبح هجوم شامل لروسيا على أوكرانيا أم العكس أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إن اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما هو بداية الغزو الروسي لأوكرانيا كاشفا عن أولى العقوبات على موسكو على غرار ما فعل شركائه الغربيون وبلغت الخشية من تصعيد عسكري في أوكرانيا التي يحتشد عند حدودها 150 ألف جندي روسي حسب واشنطن ذروتها مع اعتراف بوتين باستقلال منطقتين دونستيك والوهانسيك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وقال جو بايدن في كلمة بعد 24 ساعة على قرار نظيره بوتين إن الرئيس الروسي يعد تبريرات للاستلاء على مزيد من الأراضي بالقوة وفي موسكو تلا نائب وزير الدفاع أمام مجلس الاتحاد طلبا من الرئيس الروسي بنشر قوات في منطقتين دونستيك والوهانسيك بحجة أن جيشا أوكرانيا قوامه 60 ألف جندي مع مصفحات ثقيلة مستعد للهجوم وبعيد تلقيه الضوء الأخضر من النواب ندد بوتين مرة أخرى بممارسات ترتكبها كييف ضد الانفصاليين في دونباس حسب ما أفاد وأبقى بوتين الغموض على موعد إرسال قوات مسلحة مطالبا بجعل أوكرانيا منزوعة السلاح وأكد أن من الأفضل لها التخلي عن نيتها لانضمام إلى حلف النيتو شمال الأطلسي واختيار الحياد وأوضح بوتين في مؤتمر صحفي متلفز لم يعلن عنه مسبقا لم أقل إن جنودنا سيذهبون إلى هناك الآن سيكون الأمر رهنا بالوضع على الأرض وبعيد ذلك أعلنت الخارجية الروسية إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا قريبا وأعلن بوتين سيادة الانفصاليين على كامل منطقتين دونستيك ولوهانسيك الإداريتين التي تتجاوز مساحتهما بكثير تلك الخاضعة للانفصاليين الموالين لروسيا وتحدث عن مفاوضات يجب أن تجرى بين كييف والقوات الموالية لروسيا وأعلنت موسكو إقامة علاقات دبلوماسية مع المنطقتين أولى العقوبات وأشارت إدارة بايدن إلى عدم جدية روسيا في العمل لتجنب نشوب نزاع عبر الإعلان عن إلغاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اللقاء الذي كان مقررا بينه وبين نظيره الروسي سرغي ليفاروب في جينيف هذا الأسبوع فقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني في واشنطن أما وقد رأينا أن الغزو قد بدأ وروسيا رفضت بوضوح أي خيار دبلوماسي فلا معنى بتاتا لأن نلتقي في الوقت الراهن من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا وعمدت الدول الغربية على الفور إلى إقرار دفعة أولى من العقوبات ردا على الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين حيث تتواجه كييف مع الانفصاليين منذ ثماني سنوات في نزاع أصفر عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل وكان أبرز تدبير أتخذ في هذا الإطار إعلان ألمانيا تعليق خط أنبيب الغاز نوردستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وفي البيت الأبيض أعلن بايدن دفعة أولى من العقوبات تهدف إلى منع موسكو من الحصول على أموال غربية لتسديد دينها السيادي وحذر مسؤول أمريكي كبير من أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مصرفين روسيين سيتسع نطاقها لتشمل القطاع المصرفي الروسي بأكمله إذا مضت موسكو أكثر في غزوها لأوكرانيا أما الاتحاد الأوروبي فأقر حزمة من العقوبات ستكون موجعة جدا لروسيا حسب ما قال وزير خارجية التكتل جوزيف بوريل وأعلن رئيس الوزراء البريطاني من جهته عقوبات تطال ثلاثة أثرياء مقربين من الكريملين وخمسة مصارف روسية معربا عن معارضته إقامة مباريات دولية مع روسيا مثل المباراة النهائية لدور أبطال أوروبا المقرارة نهاية مايو آيار في سانت بوتروسبيرج كما أعلن رئيس الوزراء الكندي ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا قائلا سوف نحضر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها إلا أن هذه التدابير تبقى متواضعة مقارنة بتلك التي توعد بها الغرب روسيا إذا غزت قواتها أوكرانيا وقال الرئيس الأوكراني زيلينيسكي الذي طالبت بلاده الثلاثاء بأسلحة وضمانات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي إنه بات يدرس إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو ووجه الأمين العام للأمم المتحدة انتقادا شديد اللهجة إلى موسكو بقوله إن مبادئ مثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية يمكن للكريملين أن يختار منها ما يشاء وشدد على أن الخطوة التي أقدم عليها بوتين وجهت ضربة قاضية إلى اتفاقيات منسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي لا خوف ويبقى بوتين الذي يضبط منذ البداية إيقاع هذه الأزمة الغموض حول نياته وأمامه خيارات عدة فإما أن يغزو أوكرانيا بالكامل وإما أن يوسع منطقة سيطرة الانفصاليين وإما أن ينتزع أمرا واقعا جديدا بالتفاوض إذ إن الاحتلال قد يكلف غاليا في بلد مناهض له بما تريد روسيا من حلف شمال الأطلسي أن ينكفئ في دول أوروبا الشرقية ويوقف سياسة التوسع التي ينتهجها وقد رفضت طلباته هذه حتى الآن وحذر وزير الدفاع الأوكراني الثلاثاء الأوكرانيين من محن وخسائر مقبلة وخلال الليل أكد الرئيس زلينسكي أن الأوكرانيين لا يخافون شيئا ولن يتخلوا عن أي جزء من بلادهم وأعلن الجيش الأوكراني الثلاثاء مقتل جندي أوكراني وإصابة ستة آخرين في اشتباكات مع المتمردين الذين تدعمهم موسكو في شرق البلاد وفي اشتات ييتا وهي بلدة صغيرة في الشرق تقع قرب المناطق الانفصالية كان السكان ينظفون الثلاثاء الأضرار الناجمة عن القذائف التي سقطت في الليلة السابقة على حي سكني بذلك متابعين الأعزاء نكون قد صلتنا الأضواء مع حضراتكم عن الخطوة الأولى والتي اتخذها بوتين وهل تعظم شبح هجوم شامل لروسيا على أوكرانيا أم العكس أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة